عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى ميدولي اجتماعا مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ناقش الاجتماع أهمية تطبيق آلية الشراء الموحد حيث يعمل تطبيق آلية الشراء الموحد على تعزيز القدرة التفاوضية للهيئة في مواجهة الشركات لخفض الأسعار والاستفادة من اقتصاديات الحجم وكذا أهمية تفعيل آليات التكنولوجيا الطبية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة اشتركوا في القناة